اشتركوا في القناة الغاضب بسبب مستوى محرز وان محرز لم يدافع ولم يرجع للدفاع اليوم سكت السريق الكارثة الكارثة باتبا على الكلمة لا علاقة في الاناقة زيادة في السطات كما نقولوا بالدرجة زيادة كان ولو خارج الايطار اين غضب فيرناندينيو اين الغضب ومزق ووجس لدارها هذي كانت تعلي شفتوها اخوتي تعلي حاكم محرز من الماي وغضبان وكيفاش محرز مرشعش للعاون في الديفانس والسيرلينج اللي يودر في اليبال في الميليو في السنطر في المانات قدانجي عليه ما مغضبتش وعليه ما قبضتش من الماي وعلش تكبضوش الخبزة مرع نعم في بلاد الانجليز الخبزة مرع رغم اني مش كاسيون الخبزة ولا لا باي عصابة مجرد عصابة في بعضهم نيكلان باينين ما تقبلوهاش كيفاش واحد جاي من بتي كلاب كما لسه قبل ما يبان لسه بتي كلاب والطرطة قداء احسن جور في في الانجليز اه صعوبة يعني مرارة ما يقدروش يبلعوها ما يقدروش يبلعوها اه لازم يدرولو اه مشكلة لازم يكون تكتولها تكون امور واضحة اليوم اكبر عاها في الميدان اكبر عاها هو راح يمسير ليك يكبر البانو يروح شوط الول يودر البانو مكنش مراروها واحدة صحيحة دارها بس صحيح يلعب اه سعاسي قلنا لكم احنا ما عدنا من الاكثر من العامين ونص من العامين ونص قلنا لكم يا ولدي اراه قوارديولا سياسة واضحة محابات الانجليز هاو فيديوهات عندكم وارجعوا لارشيف خوتي او كاينة بدل قادلة محابات الانجليز هاو قلنا لكم اكثر من العامين سيد واضح موقف واضح الرذي الانجليز باش يرضعوا علي الانجليز لازم لعب لهم ولا تبلع ده امور واضحة كاريثة بأتم معنى الكلمة سرلينج يا لعب اساسي احسن لاعب في شهر مارس في الاحتياط تقولوا لي صوم ما صوم معليش الاقل يا اخي اعطيه نص ساعة اشهد ثاني فقط صوم اخي رمضان وصوم اعطيه نص ساعة اسيدي نص ساعة ما كاش اربع ساعة ما كاش خبس دقائق ما كاش اذا سرلينج الكارثة الداهية اللي ضيع كورات متل ما ركب تشوفو ضيع خاصة في الشوط الول في الشوط الثاني اللي راح نعطوها كم بالباطي يمسك الكورة بتاع اني ينظر ما يلقى ما يدير ما يفعل ما يقدر يفعل والو زيد يمشي زيد الصورة الثانية يدبينه انه يمشي وبحذاه ماندي بقدر يعطيها الماندي لانه استرلينج معروف الانانية رقم واحد في السيتي استرلينج يفوت معاها ماندي ما يقدر يدير والو مبعدها تروح يروح البالون ويتقصل البالون ويروح للنادي تشيسي اين هو استرلينج اللي يقلبوه بعض في الجزائرة مش نحكي عن ليزة انجلية اذا بولد بلادهم هما احرار يضربوا على ولد بلادهم وينفخوه ولا بروباغندا هذي حاجة تخصهم وهم احرار من حقهم انا هدر علالي في الجزائر قلوناك استرلينج استرلينج وصاني وبعدها صاني يقلبوه مش جوار وقال لك دي برون يخير من احسن جوار في في الموند والسترلينج احسن جوار في الانجليز وفي الموند وهم محرز مش وجوار وخلاص محرز نيوز حصري ما يقدرش يجري ما علينا اين هو دي بروين اللي يغضب ويرفع ايده على محرز كم يباصيلو ويغضب على رك هادي وكالم وعادي نورمال السرينج يودر في لي بال بصح ركساكت توفا بيان نورمال بصح كندرها محرز القيامة تقوم القيامة تقوم الحمد لله الحمد لله ملعبش محرز الحمد لله علاش ملعب محرز لان هذه المقابلة محرز ضرب فيها كل العصافير خلينا بالمستوى انه عرف باللي كينا مؤامرة وكينا عصابة يلعب محرز يغلط غلطة قيامة تقوم يغلط مربوع غلطة ربوع غلطة قيامة تقوم السرينج خارج الايطار دي بروين صمم بكم العمين مهدر مرفع ايدو ماري كلاما مقال علاش مكش باسيلي علارك تفضر في لي بارك تفزد علينا ساكت توفا بيان فرناندينيو اللي حكم محرز ملمايو ساكت توفا بيان ودار السرينج نورمال ليسانسيا ما يوضرش محرز ليسانسيا ما يفزدش محرز شتو كيفاش المؤامرة مؤامرة مودبارة مؤامرة مودبارة كلش واضح كلش واضح نرجع نوعا ما نهضو شوي جانب تقنية اذا الفيلسوف الغبرة كي ما نعطلو بيب غورديولا اللي راح يبقى باللعقلية هذي راح يوضر فريق انتاعه راح كي ما قلتها الفلسفة الزايدة راح تقضي على احلام مانشستر سيتي في اه دوري ابطال اوروبا في نسبة نهاية ضد النادي العملاق الباريسي اذا الفلسفة الزايدة راح تضر مانشستر سيتي لعب طريقة اربعة اثنين ثلاثة اه واحد جيسيوس كاراس حربا جيسيوس كاراس حربا ووسط ميدان اه اثنين وسط ميدان ارتكاز رودري وافرناندينيو اه 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 طريقة اللعب اه كلاسيكية واضحة انو حبي يريح كما نقوله بعض اللاعبين لكن الايراحة تكون في مقابلة ودي اياه نست مقابلة باصيرية نصف نهائي هذي تاع الفاكاب هذي مش هيم اي مقابلة رابطة انجليزية اه ارى مقابلة تلاحك تلقى روحك في لافين لا تدي لاكوب سماركالك تسجل لك في التاريخ رك توضر في الالقاب كيما هكا وضرت اللقب هذا بزالك الشامبيونز ليغة في اللعب وبالطريقة الفلسفة الزايدة هذا قادر ثاني شامبيونز ليغة يروح ووش تبقى لك البوطولة وقادر ان يرجع لك رغم انو فعل الفارق شوية روح ماهو تسوسة لكن رك توضر في الالقاب بوريا يعني اجاب باطل ما تطلبش ما تطلبش هالاقل اللعب الاساسيين ماكش حاب تلعب ماهر ازا سيدي اللعبت هانا تعاون في المسلمين وكذا وصايم لعبوا نصف ساعة تعشو الثاني فقط نصف ساعة تكفي لكن امور واضحة وضوح الشمس واضحة وضوح الشمس سيد باينا باينا سيرلين كاريثة بي بي سي لا تعطيني هي لا كوب ولا سكاي ولا الديلي ميل ولا ميرور يعطوني هما لا كوب هان محبات وصلت اذا دايما نفس الاخطاء اللي تكرر دايما 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 في الدفاع الثاقيل هذا تاع مانشستر سيتي الثاقيل الكرات الطويلة تضرب بها الدفاع تاع مانشستر سيتي الكرات ايضا طويلة لتيمو بيرنار اعطاها اللعب المغربي حكيم زياش وسجل هدف وسجل هدف ايضا حكيم زياش ورفضه داعي تسوف شوط لول وسجل ايضا هدف صحيح ايضا ثقل من المدافعين وسوء التغطية اللي دايما سيتي نفس الاخطاء ضرب دفاع سيتي بكرات طويلة ايضا ايضا سمحت فرصة وجه لوجه لالعاها المستدمة راحيم السيرلينغ اللي ضيحها راحيم السيرلينغ ثاني اسوأ لاعب بعد انها صراحة اننا طوراسا الاسباني بل احسن من السيرلينغ على الاقل ما ضيحش الكرات اعطاوه هنا اقل نقطة 6.2 اما العاها المستدمة هذا المستدمة راحيم السيرلينغ اعطاوه 6.6 هل هو يعني كعاد دولي انجليزي ما ناش عارفين رغم انه الاخر اسباني احسن منه بكثير جدا مهم نرجع لموضوعنا محرز احسن اللاعب في شهر مارس لم يلعب ولو دقيقة واحدة صراحة محرز تلعب تربح بك من الاخر تلعب تربح هذه هي السياسة واضحة يا غورديولا اذا مقابلة المصيرية انتع الشامبيون سيك في نصف النهائي علان بيحك الفلسفة الزائدة ومحبات الانجليز راح تتفحها كاش وبالتالي الاقصى من دوري ابطال اوروبا اذا الحمد لله المقابلة هذه كشفت لوجوع كما نقولوه وبينت العصابة هذه واللي نتكتل فرنانديني وجمعت واسمو دي بروين اللي صمم بوكم العمي يشوفو في المنكر قدامها متاع السيرلينج الكارثة العاها اللي يضيع في الليبان بس حوح احنا حبيتكلم توفى بها بس حكون يدير ربع غلطة محرز يسلكها غالية اذا الحمد لله تكشفت لوجوه اذا نتمنى كل التوفيق لرياض محرز في قادم المقابلات وخاصة خاصة مقابلة النصف النهائي ضده النادي الباريسي في الشامبيونز ليك ملتقنا مع مزد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته